الهشهد الآن لتكتمل الصورة منتصف النهار و14 دقيقة على موجهة لدعو الوطنية التونسية تحية متجدة لكل سيدة المستمعين والمستمعات كما سبق وذكرنا يشرفنا بالحضور في الستوديو سيخ ميس عفية رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة سيخ ميس مرحبا بك شكرا جزيلا على تلبية الدعو شكرا على السيدة وبركة الله وكيك ومرحبا بكم ومرحبا بسيدة المستمعين هو يستنى والسيدة المستمعين والمستمعات في سيخ ميس وقتش يحضر معنا لأنه برشا كلام بش نقوله اليوم في ما يتعلق بالخستان المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأهمية الموضوع خستان طبعا طبعا أهم التوانس لكل أكيد أكيد دمشيوا ليشارة ترى لكم ثم ننطلق في الحوار المشهد الآن الملف وإحنا حاضر معنا رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة هات نشوف مع سامي العرفاوي وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في هذه الورق تشكل مؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس وضعية اقتصادية صعبة وصلت حد إفلاس العديد منها فوفق أرقام أكدها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تم إغلاق قرابة 30% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ جائحة كورونا بينما تعاني 25% منها من شبح الإفلاس وتصارع البقية من أجل البقاء الوضع نفسه أكدته الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حين تحدثت عن إفلاس غير معلن لحوالي 140 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة وعن أحكام بالسجن في حق 75% من أصحابها في خضايا شيك دون رسيد وعن آلاف آخرين في خضايا مع البنوك والقبضات المالية كما جاءت أرقام المعهد الوطني للأحصى لتؤكد فقدان أكثر من 200 ألف موتن شغل منذ سنة عشرين وألفين وعلى سعيد آخر تحدثت عديد الأرقام والبيانات عن تراجع رقم معاملات جميع المؤسسات الصناعية والتجارية لدرجة عجزها عن الإفاء بالتزاماتها بكلفة أجون أكثر من 20% وبنسبة آداءات تفوق 20% فضلا عن احتياجاتها الأخرى المقدرة بـ 25% مقابل رقم معاملات لم يتجاوز العشر بالمئة وفي هذا أكد عديد الخبراء والمختصين أن معدل استدامة هذه المؤسسات في تونس لا يتجاوز 18 شهرا كل ذلك وسط أزمات متتالية عاشتها البلاد بداية من عدم الاستقرار السياسي بعد الثورة وصولا إلى أزمة كوفيد 19 إضافة إلى السياسات الاقتصادية العشوائية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة المراهنة على التمويل الأجنبي وعدم حماية المنتوج الوطني وإغراق السوق بالبضاعة الأجنبية فضلا عن صعوبة التمويل والتعقيدات البيروقراطية وذلك في ظل عوامل خارجية من أزمة اقتصادية عالمية وحرب روسية أوكرانية وتغيرات مناخية وتدهور قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار واليورو وضع صعب وخطير يتجاوز المؤسسات الصغرى والمتوسطة ليتحول إلى تهديد مباشر للاقتصاد الوطني فالمؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل 90% من النسيج الاقتصادي الوطني بطاقة تشغيلية تفوق 80% وبمساهمة ب50% من الناتج الداخلي الخام وعليش قلنا أن موضوعنا مهم جدا لأنه كما ذكر صديقنا سامي العرفوي المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل 90% من النسيج الاقتصادي الوطني الأسباب العديدة والنتيجة واحدة الأسباب التي ذكرها سامي عديدة أذكر منها عدم الاستقرار السياسي السياسات الاقتصادية المتعاة أو مراكمة السياسات الاقتصادية الفاشلة كورونا صعوبة التمويل الشيك دون رصيد وما إلى ذلك جعل المعطى الاستدامة مهدد لما يتعلق الأمر بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة منين بش تبدال؟ منين بش نبدأ جستمات تلمان خناخو الرقم الأخير كنت أعكي فيه طوى الأسباب المشاكل اللي تسببت فيه فلاس من المؤسسات الصغرى والمتوسطة عدم الاستقرار السياسي من 2011 ما كاش متسبب فيه معناها الصعب المؤسسة جائحة كورونا والحرب الروسية ما كالش مثل ما لهم سبيه صعب يعني ما فلسوسش موباية جستيان فهمتني ولا أسباب ترى جائت خارج معناها عن نطاق مكوا في هذا معناها الموضوع لابد من تدخل الدولة هذا أنت لقدر الله ولدك مرض شكوم شدويه أنت المسؤولة لها الأول لما تقول لابد من تدخل الدولة وكأنك تلمح إلى تأخر تدخل الدولة حقيقة شو معقول برشا أحنا 2020 جائحة كورونا كيسل فاضل كيس بليتو كما قلنا المعاناة من 2011 من عدم الاستقراض السياسي وصلنا الجائحة كورونا هي القطرة الفين وعشرين نحن بدنا نتكلمه وبدنا نعمل في المثال وبدنا معناها عملنا المنظمات هذية وبدنا نعمل في وقتات حتي الجاجية وبدنا نتكلم معناها وقتها ذاهمنا الخوف بكل جدية وخاصة للمؤسسات سكرت في الكونفينمون والناس كل صوف معناها عضو المنفذين البنوك هم اللي قاعدين يخدموا وعندك لشي كامبيين ما تعرف أنت المؤسسات الصغر المتوسطة كانوا يتعاملوا بالشيكات معناها كطريق ضمان عبارة كريدي في غياب معناها الدعم لتمويل البنوك قلت سيخو ميسو أنو من 2020 بديت وتتكلم ولكن يبقى لهذا كلام عام فاش تكلمتو بذلك باش طالبتو وقته جوستمان بإيقاف النزيف بإيجاد الحلول عبر عبر نواب الشعب عبر رئيس الحكومة عبر رئيس الجمهورية نعم مش في كلام تستنو في إجراءات مباشرة للإنقاذ مستنين حتى الإجراءات اللي تيقوتيخذت تيقوتيخذت في معناها فترة كورونا لما أخذو هاش لم تطبق منها في الإبان ومخذت هاش الدولة ولا المؤسسات هو إيقاف وقتها جيت إيقاف تسديد الديون وتسديد القبو لا موقفش لا سيلكوميدي تنفسر لك الشعب التونسي يكون فاهم هذا هذا فما فما فصل ولا مرسوم مرسوم حكومي يتعلق بتعليق الأجال تعليق الأجال هكو هلا اللي هو نزلل في الريد الرسمي لو دي ساة أبريل الفين وعشرين ولم يطبق في الإبان تمشي البنوك يقول لك راهو عندك دي شيء كمبيير روك شيء يقول ما أقوله موقع ما تعليق الأجال موقع ما معناها يقاف في التعليق الأجال يقول لك لا احنا الفيزا بي بتاعنا لا نستعرف لا بحكومة ولا رئاسة الفيزا بي بتاعنا هو البونك سنترال البونك سنترال بما أنه هو مستقل وحده وندريه في دولة أخرى المراسيم الحكومية هذيك لم تطبقش في الإبان لم تطبق هذه القوانين وحتى بعد ستة شهور ولا أربعة شهور كل واحد كيف يش تأجل تقردهم بتاعه بعد حملوا عليهم معناها خطايا تأخير وندريه ما صارش ولا صار مرسوم من أصله يعني معناها قوانين صار معناها بلغة أوضح سمحوني معناها في التعبير تعصف كبير على التونسيين كل كل سواء أصحاب واسات ولا حتى المواطبين كل واحد عنده قانون معناها البنك المركزي كنا فهمت البنك المركزي يقول بونوك في الكون فينمو زادوا غرقوك زادوا غرقونا 真的 وقت وقت يقول لي سكر المؤسس لك بقانون بقانون بقود قانون سكر المطعم سكر القهوة سكر المكزين لا تخدم اما ما لن تتعليق اجيل. ما عندك مشكلة. ما صارش. احنا سكرنا مؤسساتنا والمراسيم اللي زعمة زعمة بالشنفع شوية المؤسسات ديه ما صارتش. وليش جرائيات تمشيت كيمهية. الوقت اللي هنسل لديكم من السكل. وقت رجعوهم دي شيك دي شيك دي شيك دي دخلوا ديور بلانتر ديت شيكي. هما طوام ممنوعين الشيك. حتى كان وقت رجعوا بلسويت بشي عاودوا يصلحوا شوية. مثلا دائل مع المدين بشي يبدلوا ليشيك بشيك. يلقى روحوا انت دير شيكي. دونك وغرقة نسكل. ولقي لحد هذي اللحظة. الحمد لله. معناها طر رسويت. اه سيدة الجمهورية اسمع مطلبنا. واسمع كلامنا ووعرف الوضع. معناها الاقتصادي والاجتماعي للتوانسا. وكي ما قال سيدة الجمهورية الشعب يوليد. فعلا هو كان عند وعودة. الشعب معناها سوف تطبق مطالبه. اه بو. روتار كي ما قال سي شهاب. سيفري خطر مش كي ما نعود كلمة دي ما نقول مش كي مليدو في النار كي مليدو في الماء. عنينا برشة اليوم اصحاب مؤسسات رهم اغلبهم في السجون. اغلبهم متخبين ومش يريحهم واقفة خطرهم مفتش عنهم طول حقهم قضايس سكوك بدو رسيد. اه استغيرهم اه فمشكون اللي ما ارجعش حتى يقرأ. اه فما ناس اللي. ونت تحكي على الرجوع. انا بش نرجع لك بعد شوية يا خميس. بعد اذنك نتوقف الان مستمعين الكرام ليرفع لحضراتكم اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان 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 ا اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثوب منتصف النهار 26 دقيقة على موجهة لدعو الوطنية تحية متجدة لكل سادة المسامعين والمسامعات ونجدد تحية والترحيب بضيفنا الكريم سي خميس عفية رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ليحضر معنا في فقرة الملف المشهد الآن الملف قراءات عديدة كما قلت أنا مش نعود نرجع عنه الأسباب عديدة والنتيجة واحدة بعض القراءات سي خميس تقول وأن الأسباب تعود إلى الاقتصاد الرائع وتحكم بعض العائلات النافذة في بعض المجالات هما نفسهم المتمكنين من المنظومة المالية والبنكية وفق هذه القراءة هذه تقولوا أنه أيضا المنظومة البنكية لديها نسب فائدة مرتفعة مقارنة بعد الدول والتي تعيق المستثمرة تونسي على مجابهة التحديات الاقتصادية هذا قد يكون سبب من الأسباب وانتي ربطت لأنه قبل الأذان كنت تتحدث على البنوك والبنك المركزي من المفروض وأنه يكون متماهي مع سياسة الدولة ولكن هذا ما صارش شوف استشهاب نحن نحكيه على قانون كانت جميلة أطراف خاسرة فيه الأطراف المهمة هو الدائن والمدين والدولة الدائن المدين في السجنة دائرة الدائن ما نجمش يقوه حقه والدولة اللي هي قاعدة تصرف عليه في فلوس قرب 60 دينار يوميا ساعات معناها اللي تصرفوا الدولة على السجين من لجلسة قبل دراسيت هو أكثر من ديونة طيعوه والمهم كغانية زاد للدولة من الأداءات ومن غيرها طبعا معناها الدولة خاسرة مشكور يا بحمد طبعا مش نحكيه على الشيك برك على الشيك سمفورفزيون الدولة خاسرة فيه والمدين خاسر اجتماعيين واقتصاديين والدائن زاد اللي يحب فلوس خاسر قاعدين نشوف في حاجة غالطة وقاعدين سيكتين لمدة سنوات الحمد لله احنا قدناها بزي ممنوع ما يكون استفيد منها الوضعية بلعجي سمع المستفيد هو الناس اللي في اقتصاد الرائع كما قال سيش هاي بتوى خطر ناس اللي وإحنا طوى زيدا طالبوا بمواراجعة الرخصة وليكي يتشارج بس خلل نسكول سواسية بشيوان نسكول طوانسة والاقتصادي معناها اقتصاد عادل ما بين جميع تونسيين والتونسيات والبنوك البنوك اليوم قاعدة تاخذ في مربيح سهلة بردة أنا كنت بكر شوية في وسيلة علامية سأني زميلكم قليك ما هو الحلوم بعد كيف يتنحيو الشيك كيفاش بشكون مصيركم ما هو التطاق في قطولة البنوك توهية وقتها دعمنا كيفاش دعمك البنوك اليوم البنوك انتي اذا مش عطيك اكزامبل أنا صغير في دارنا فما ديف روي دوليقين من اكل هامش من اكل من حب هامش كيف خريش تغربت واللي تنكر كل شي فهمتني اليوم البنوك بالقوناة جديدة وقت حملنا مسؤولية وتنحيلها البردين متاع الشيك والبريا بي والعد المنفذ والسيام بي اللي برقية تسوى دينار سبعمية تبعث هناك على البوصة وتفكت عليك مئو عشرين دينار كيتنحيلوا المصريف البردة طوى غضوة يجيك للمشروع متاعك كي ما كانوا يعلم بيكري ولي كي يعملوا اللي ميكروك دي ماانها اكتويا المون انتي ديك تعمل بركة برو جي جيك سيول بلاس ويقولك شنو مشروعك ويجا طوأ من دعبك شنو حاجيات التمويل متاعك اتزاقتمو ويدعموك اما طالما طالما البنوكة اليوم تستنفع وتدخل في مربيح في ميات المليارات معناها من غير حتتعب وما تتخلى على الوظيفة متاحة العقيقية اللي هي تمويل المؤسسات هيشنو وظيفتها البنكة انتي اليوم انت ستابت بيشتعمل معناها مؤسسة مالية في البلاد راية الدولة عاونتك بيش تربح فلوزا كوردو ربي عينك هنحبه لسكولة تربح ولسكولة تقدم بالبلاد ولكن راهو عندك وظيفة لازم تساهم في الدور اقتصادي تمويل اقتصاد الوطني ساهم في الدعم والتمويل الشباب معناها اصحاب مؤسسات كل هذا من اجل دايمومة المؤسسات بيش نجم الاقتصاد متاعنا يكبر ويتقدم مهمتي ولا لكن يا اخواني هنالحظنا سمحني في المشروع خسلوليني اللي خرج على رئاسة الحكومة ومشاء البرلمان عنده جمعة لعشر ايام نعم مشاء ما فيهش تحميل المسؤولية للبنوك اللي باعتبارها هي طرف في عملية الشيكسون بروفيزيون وما صار حتى شي لكن في كي جاء رئيس الجمهورية وجبدو عنده ثلاثة ولا أربع ايام حمل البنوك مسؤوليتها في الهدي وما خلهاش هي اللي تمشي تبادر بتقديم القضية معناها تنحات عندها وأقر جملة من الإجراءات جديدة اللي نتصورها معناها تفيدكم كمؤسسات صغرى متوسطة وهو مثلا السلح المكانش موجود قبل معناها ولا واجب قبل وما خليش البنكة هي اللي تشكي ولا هو الدهائن هو اللي يشكي معناها كي أنا إن نسالك فلوس مش البنكة هي تمشي مرقيتش أنا عندك فلوس مش البنكة لكن أنا نمشي كان اخترلي ومرقيتش مصالحة مبعضنا شكرا لحقيقة كنا مستقين من البلاغ رئيس الحكومة اللي هما هوش كنفارم لبلاغ السيدة الجمهورية رئيس جمهورية أول حاجة بنرجع به كان عام لعميل تالي وقت السيد رئيس جمهورية اسمع أصحاب المؤسسات شنية مشاكلهم وشنية ما طالبهم كلف السيدة وزيرة العدل بإعداد مشروع قانون في من هذا السبيل في لقاء من اللقايات قابل سيدة وزيرة العدل وتطرق اللقاء مطولا إلى مشروع القانون متعلق بالفصل ربيو 11 مجال التجارية الذي يجب هذا كلام سيدة الجمهورية الذي يجب أن يقوم على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنية من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج إخراج من تم الحكم عليهم من أجل إصدار السكوك بدون رسيد من السجون فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تستويت وضعيته من وراء القوضبان وانت تحكي بالضبط على نفس الفصل 411 عن التفاعلات قادة توصلنا سي مراد الحجري يقول 450 ألف مفتش عنهم ينتظرون ومنكم بشرة وأيضا حمد دريدي يقول إلى سادة نواب عيد الأضحى المبارك على الأبواب نرجو من سيادتكم الأسرع في تنقيح الفصل 411 هذا هنا بالوضوح سيدة الجمهورية قال لازم لقاو حل لحقوق الدين اللي احنا طلبنا به احنا روه من 2020 قلنا إلغاء العقوبة السجنية والعفو على المساجين الشيكات وإيقاف جميع التتبعات العادلية على كل من تلاحقها من قضايا سقوب دراسيد الناس يخرجوا ويخدموا على رواحهم ويخلصوا ديونهم معناها شوكونا صيغة صيغة لضمان حق الدين ما نحبوش الدين زاد ما يخوش فلوسه خطر الحرقة الاتجارية هي الاقتصادية هي ستين شئين يعني هذا حريف هذا مزود والمزود في حد ذاته وهو حريف لدى مزود وحد آخر الناس كلها لازم نقاوه حلول إيجابية الناس كلها ما يخسر حتى واحد خطر اللي في السجن اليوم ما نجمش خلص يديون وحط السيدة الجمهورية تحية ليه يعني من القلب خطر كان معناها في تطلع شعب تونسي وقال في يوم ما الشعب يريد حقيقة هذا ما أرادناه وهو كان معنا معنا في كان ساغي لمطالب الشعب من بين ما ورد في هذا المشروع الجرين هذا نعم هذا معناها بلاغ رئيس الجمهورية من بين ما ورد في هذا المشروع اعتماد إجراءات الصلح بالوساطة قبل إثارة الدعوة العومية هذا فضلا على أن التبعات الجزائية لا يمكن أن تطار إلا بناء على الشيكية المستفيد هذا شيء إيجابي هذا شيء معناها بشي يخليك معاش ترتكب جريمة من العدم معاش بمجريمة كيف عايش اليوم أنتي تحب مني فلوس أنا ما نجمش نخلصك ما تنجمش غدوة تشكيبية قبل ما تمر على التحكيم بالوساطة تحكيم بالوساطة شوف وجوبا هو نخلي ما ضابين خطر فهم الناس نجم يفهمونا يفهمونا صغير و الكبير واللي يفهم بالقانون ولا ما يفهمش فهمت ولا عبارة أنتي لقدر الله عندك زوزة ولادك متعركين تحب تسوي ما بيناتهم هكو ولا لا نتسوي بش تلقى الحل كالكسفالي كونديسيون هكو ولا فهو واحد ظالم واحد نظوم بش تلقى الحلول هدا هو في قضية الحال أنا عندي شيك عندك عشرين ألف دينار مثلا البنكة ماش بش تشكي لا جميع نجي ونقعد هنا وياك ومعنا تعرف وثيلت له النجم يكون قاضي ولا رجل قانون ولا في المحف هذا حاكم موسيط قبل ما يمشي للنيابة قبل لي صارحت الدعوة العمومية قبل لي صارحت الدعوة العمومية قبل لي صارحت الدعوة العمومية بره للجهاز القضائي ولا والعدي تلقاه الحكوم تتفاهب مثلا لا يعجد التحكيم بالوساطة طور نشوف الحكوم كيف يشتري طايم الصيقة نعم الصيقة صيقة هي أنا نعطيه فيها أمثلة خطرح لموش قدام القانون طيية في الأخر الكلمة نحن نبسط أنا قاعدين نبسط بش يكون هكا أما في نفس الاتجاه بش يكون وسيط بش يحل المشكل كيما نعطيك هذا مثال جودينا بورتكواء كيما بش يصير في قضاء نفقة مثلا طيما جلس صلحة اللولة والثانية والثالث والرابعة وبش يكون مثلا قاضي عاقل يفهم بش يراعي الظروف الاجتماعي وقتصادي متاع المدين اللي كيف يسجن ساعه وخرج مسيل في مئة الملايين كيفاش بش نجم يخلص هو مؤسل كيفاش بش يكون وانتي في كلاس كاتر انتر دي تشيكي ماهو هذا الكل وزم متاحة ماهو قوانين القوانين اللي في المشروع جديد هي لكلها سيكون لها اضطر رجعي بينصيح خياني شكون شكون سببني في لانتر دي تشيكي فمتني وشكون دخل للسجن مو شدائن فمتني خاطر اللي هنا مش قالك توا ما نجمش الشيكي معناها الدائن هو اللي يشكي بيك تسمع فيه ولا ما تنمش إثارة داور العومية إلا بإثار الدائن اللي يحب منك فلوس معناها العومية ما عاش تقبل الشكوى من البنكة مباشرة لا ما عاش ما عاش بما ديار حتى اللي يحب منك فلوس ما نجمش يقبل يعمل شكوى إلا المرور اللي ميمر بالمعلاها الشلح بالوساطة دونك هذي كله تسهيلات معناها إيجابية بامتياز نستسأل منها جميع تونسيين النس تسأل على الصفحة ونس مريم تقول هل القانون رجع بحكم الشيكي هو البنكة يعني اللي في السجون باش يخرجوا حسب القانون طبعا شنو يقول القانون ومن بين كما تضمن هذا المشروع الغاء الخطية والمصاريف بالنسبة للمحكم عليهم الذين يقومون بخلاص ما بينغشيك أو بقيمته وهذه الإحكام سيكون لها أتر رجعي ومن شأنها وضع حد لأوضاع لا يستفيد منها أحد فمن هو وراء القطبان سيسترجع نشاطها الاقتصادي ومن هو خارجها في وضع غير قانوني ستبطح له الصبل لتسويت وضعيته والعودة إلى نشاطه الاقتصادي وهذه التعديلات سواء منها المتعلق بالفصل 111 مجال التجارية أو بالفصل 410 منها كفيلة بتحقيق التوازن المنشود بين حرية المدين وحق الدان ومسؤولية المصر الأثر الرجعي هذا يجب يتفسر للناس اللي تسمع فيه الأثر الرجعي أبش نقول على خطر فيه نوع من اللبس واختلاف تأويلات ولكن شوف أبش نفسر لك أنا شنو يكون حسب النص هذا أثر الرجعي لحكاية هذه الكل اللي اللي حكوا عليها سيادة الجمهورية كيفية شو اليوم هذا فما حكم بالسجن لمدة السناء من أجل سرقة قلم هذا قديم المتهم يقضي فيه سجن جاء بارلاسويت قانون جديد بيت ولا حكم عادي جاء قانون جديد نحكيه طبعا قانون جديد هذية ينقح تنقيح في هذية يقول من سرق قلم ستة شهور ستة شهور بركاء وما يلزم يكون لهؤطر رجعي مفعول رجعي إذا كان لهؤطر رجعي السيد اللي يقضي في السجن بسنة ينطبق عليه قانون جديد ستة شهور أكوة إذا عدى منهم أربعة شهور يكمل شهرين وإخر هكذا مثلا مثلا هذا هو يطبق عليه قانون جديد وإن لم يكون لهؤطر رجعي ما عندهوش علاقة بالأقديم ذلك الأحكام الجديدة سيكون لها أطر رجعي ذلك ما يقول القانون جديد ما نجمش المدينة يدخل السجن إلا ما يشكي به الدائن والسجناء اليوم في السجن الكل من أجل السقوب دراسيات ما شكيش بيهم الدائن شكي بيهم البانكة ذونك لهنا ينطبق عليه من قانون جديد لهؤطر رجعي وإنه وتم استطلاق سراحم ويقاف جميع التبعات العادية وكما قال سيد الرئيس واضح هذا المدين وراء القطبان غير قادر على تزديده يونه ولستفيد وضعيته لكن سمحني هنفهموش منه حتى واحد في المياه اللي ما ينجم يخرج إلا ما يتفق مع الدائن على دفع كل المبلغ ولا نوع من الوساطة يخرجه مباشرة سيتفق أما حسب القانون حسب القانون سيكون لهؤطر رجعي شو مش يكون عندما يصدر هذا القانون في الرئيس الرسمي ينجم يخرج الدائن المدين ويتوجه معناها للتحكيم معناها كان يفهمتنا بدون الحاجة إلى عفو عن المسجونين لا بدون حاجة سيطبق عليه القانون بسيفة معناها بسيفة ألية أكواء وما في الرجع إذا وليس أدر علي حكم هو ريشيرشي نجم يخرش حط ريشيرشي قدس عدد ما هو قرابة 450,000 ولي في الخارج يقوله 450,000 10,000 يقوله 450,000 ورغمشتر التوانسة رغمشتر المؤسسات رغمشتر هذي كله يجب أن يخدمو بالاعتبار ولي في الخارج ولي في الخارج قرابة 10,000 معناها تونس شخص واكثر من هكا. لو حتى بس بولاتا معتوهم لو مش. نحكي لك أنا كا توا اكسبسيونيل السيد غرق هو عيلته هز زوجته مشاهو الليبيا مشي عملوا مشروع. برسوية تلقى اوفر في موريطانيا مشي. خل زوجته غادك في ليبيا وصغرهم في تونس عند لي باران هو. مشي. وفي بس بورو متاعوا في موريطانيا حبي جدد ما ما جدلوش خلو انتم حكوم في تونس من اجل اصدار سوق بدراسيد. هو في موريطانيا ومرتو بلوكوين في ليبيا وزغرهم تايشين عند الجنوب هنا. روه وضع اجتماعي قاسي. ولذا هنا اليوم استاد النواب المحترمين. هما دبوان دفوار كبير. امام الشعب التونسي ومام الله. بشيراو بشيراعيو. معنى الوضع الاجتماعي الكارثي اللي يعنيوه التوانسة. اليوم مسؤولية كبيرة عند استاد النواب. حتى ولو هذا البلاغ رئاسة جمهورية والاستحكومة. فيه لوبز ولو ما فيهش. فيه حاجة ما تمفعش التونسة. الساد النواب المحترمين. لحقيق واحنا عدنا طريقة فيهم. خاطر ريتوهم ببارتوه في التلافس في اليداعات والشارع. هما حارسين على هذا التنقيح القانون. فما حتى معلها جيها نقدم لهم بالشكر نزال الصديق وزماليه. تقدموا بمشروع قانون. مبادر. من اجل مبادر قانونية. من اجل من اجل تبعيل عفو تشريعي عام. على خاطر وقتاش معلها عملوه هذه. خاطر الحكومة طولت في الاعداد القانون. اعداد القانون وهما حاسين بالتوانسة الحقيقة. حاسين بنا. النواب بصيفة عامة. انا شخصيا نعرف اكثر من تسعين في المياه منهم اللي كلهم محارسين. وجاءوا ونزيد نقولها. وهاني للشعب التونسي بهذه السلطة الشرعية. الحقيقة مش مجاملة ولا مورود. السلطة الشرعية اليوم جات مش تقدم الوطن وتقدم الشعب. وعدنا ثيقة فيهم. حتى لو كان قتلك المشروع هدية فيه وعليه. سوف يكون تعديلها على مستوى للتشريع العام. وسوف يتم تنقيحه. وسوف يكون متطلعات الشعب التونسي. هو. كان ما تعديش سمحني شيء. كان ما تعديش العفو التشريعي لمبادرة بعض النواب. ما تعديش ما يكونش عندها ضرر كبير معنا خاطر باعتباره ان التعديل متع ربعة مية حداش. هو جاب نوع من اتلاق الصراح على الناس اللي في السجون. مكار الجمهورية. شوف هو اذا يفعل هذا القانون جديد يزي. اه فيها الف بركة. ايش معلتها يعني معناها اه فيه اللي نقاط كل. وسوف يبقى سير مفعول عمد الحياة. سكوا على متر حياة. يعني على طول ما نقعدوش احنا بعد بعد خمس سنة. اذا كنا نرغيو هدية. ونطلبوا بعفو تشريع عام. بيه. اليوم احنا ما عملناش اه ممشيناش الاصل الدين ونحيناه. وهذا هو سؤال انا حاب يتنسل لك. يعني فما ناس من مصلحتها هو انه يستمر الامر كما هو عليه وتمشي مباشرة للحلول الترقيعية اللي 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 تحكي لها. مهيش فيها فايدا. فما اشكون من مصلحته وانه ما نمشيوش في تنقيح القانون و و ويضرر الامر كما هو عليه. الحقيقة هذا مش بعقول شوف. اه ما جاوبتنيش. هو افشي جاوبك. فما اشكون عنده مصلحة من انه يستمر الامر كما هو عليه. اللي هم. اللي هم يحبوش القانون تبدل. خطر فيها فقونا فيها معايز. اذا يتعطل هذا هذا القانون. بالشابقة القانون كما كما هو كما كنا عليه. فما فيها متمعشة. فما ناس حلين بنوك في ديارهم. نعم. بارونات المال. بينصير. كرتل البنوك خاصة. هذي رو نقوله نعود ومراني انشيات صحيح في هذي. البنوك هي المتمعشة من هذا القانون وما يساعدهم اش. رو حتى كنجي غضاء بانكيجي يقول لك لا احنا معاه لا سيلا كوميدي. هذا كله تمثيل. خاطر المستفيد الوحيد هي البنوك في هذا القانون. نقول نحن الدين خاسر. والمدينة خاسر. والدولة خاسرة. هذو ما هم الربحين. ما يحبوش قانون يتبدل. لكن الحمد لله عدنا رئيس جمهورية اليوم. فاهم كل شيء. وفاهم الوضع اقتصادي. وفاهم ما شكون معاه وشكون ضد. وفاهم ما شكون اللي يحب يخير البلاد. وفاهم ما شكون ما يحبش خير البلاد. يحب الخير. الروح هو فقط. نحن هنا لازم نصلحه اليوم. رانا توا معناها جميع الدول ما نحبش نقول رابينا. احنا ما احنا رانا ما نشخ سايسين. اونا مونقريان. التوانسة روعدنا لكباسيتي وعدنا لكاليتي. باش نجم نقوله اضلوا الدول. والحمد لله هو بلالة طيب وبايا. ولكن لازمنا تشريعات. معناها وتنقيح قوانين البالية. قوانين ما تخدمش فئة معينة. وهي جزء اللي تجزى من شعب التونسي. نحبه قوانين تخدم التونسي الكل. اه النجم وناخلته قبل العطلة البرلمانية. ان شاء الله انا نتمنى. انا اوصل هو للبرلمان. اوصل الناس للبرلمان. انا انا مذابي اوصل للمشروع هو هو اه لدى مجلس النواب. وهما كما قدتك حارسين كيمة الشعب التونسي الكل على تنقيح القانون. ويظل اليوم تما اجتماع عم تعم اكتب مجلس. نعم. اليوم يظل يثما اجتماع عم تعم اكتب مجلس من عرش بشتم برمجته. معناها نوع من استعجال النظر فيه ولا لا. هو دايار تقدم من رئيس الجمهورية مع استعجال النظر. اه وحقيقة اه مرة اخرى نتوجه برسالة شكر. اه لسيد النواب. خطوة مثلا نسل اللاجتة الشرية العام. ربحتنا تقريب فيها اربعة شهور. معنا قبل ما يوصلها المشروع هذيه. قامت جلسات استماع فيهم شخصين معناها لعديد الاطراف المتداخلة. معناها ربحتها برشا وقت روه. باش تستمع الى ثلاثة شهور باطنين جيها. معناها. معاملها. معاملها. محمين وقوذات وعراف. باشا وقت. باشا وقت. باشا وقت. باشا وقت. باشا ودايار. باشا ودايار جيستمو. ومعليش. هذي كل بشير بحونا خطر حاصلية مسؤولية. توا القانون عندهم جست شوية. تعديل. تعديل. وفماش حاجة مش بلستها. فماش كده. اه التوضيح اكثر. وبقدرة الله باشي يراوه. معناها ياخذ بعين الاعتبار جميع الاطراف خاصة للمشاكل الاجتماعية. سي سي خميس انتي شنو شنو مطالبكم في في نهاية هذا اللي اللي قال. طوى حاليا مطالبنا شوف مطالبنا هو اه وتمانينة خاصة هو اطلاق صراحة مسجدين الشيكات. وايقاف جميع التبوعات العادية على كل ما انت علقت بهم سوكوب دراسيد. طوى هذين الحب والناس يدهم يخرجوا قبل العيد الاضحى. فرصة فمناس اللي في الخارج ما يكون توفيه معناها والديهم ما روحوش. ويطلبوا فينا الليل ونهار فرحاني بمشروع هذية. قل لك نحبوا الروحو. على قلنا عرضي وعيد اضحى مع ايليتنا. معناها بعد قداش من سنة بعد عشرة وعشرين سنة وخمسرة سنة الاسفارة. مطالبنا ولو معناها اه 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 فضلا وليس امر المساعد النواب الاسراع في هذا العمل اه من اجل اه تمريرها على الجزء العامة وازدارها فرائد الرسمي. خلي تطبق قانون تخرج الناس بالسجون ويروحوا الهورة بالمطالبين. هو تتصور سيخ مايس النص هذية على وضوحه. يطلب نصوص تطبيقية اوامر تطبيقية باش تزيد تفهمه. ولا هو واضح بطريقة سياقته اللي جات في الوصنا. احنا حالين ما يطلع عناش الحيثيات لقيقة. طيو احنا فريسك اللي قاعدين نقره في رؤوس اقلام. ولا تكون هو انا طوي نحن فرحاني وقلتك هو المشروع عند السيدة النواب محترمين. باش يدقوا في اللي دي تاي. اما اللي نصوره هو باش يكون مشروع ايه حتى كن قد فيه وعليه باش يكون فيه تعديل من اجل مسلحة عامة ومن اجل التواصل كل. فهمتك. معناها الكي ما قال هو في سيدة رئيس وفين مشروع النص معناها بكله معناها حقوق الدائن باقية. معنا باش تبقى حق مدني وباش يخرجوا الناس المعنيين بخضايا السكوك بدون رسيد. باش يضمنوا حق الدائن في استرجاع امواله ويعطي حاجة اخرى. واحنا اما انا في لقب لكل نمشي الكونكليزيون سيادة رئيس جمهورية يوم معناها اذنا للسيد لوزية العدل اللي اعداد هذا المشروع. قال لها كاريمان لابد من الاخراج من حكم عليه من سجون. لا دائن. لنجم يخو حقه والمديين لجم يخالص حقوقه من الوحيد القوة بين. يعني باللغة اوضح السجن الرامى هو اشعل. طوال السجن يبقى استثنائي بامتياز في القارون الجديد. من بعد المرور بالتةةة. هو قال على المنظومة. بالواساطة. من بعد المرور هذية وقت لي انتي تحب مني فلوس. وتعدينا على التحكيم بالواساطة. شو يقول لي يقول لي خلص الراجل. قلوه انا ما عندي شقولي ليا انتي عندك ها وعدنا في القبالة عش عندك مؤسسات وهي في البانك وعندك مداخيل دخل دخل في خمسمائة تالب دينار اعطي من المائة تالب دينار بشوية. او جدول. اذا كان انا عندي الشي داية عندي معنى الامكانية بشي نخلص ونقول لا ما خلصش وقتها ما نستاهل بشي نسجن هكا ولا هدا معقول يعني قد تكراه يبقى السجن استثنائي بامتياز ولكن من لديه نية الخلاص وهذا دي ما نقولها اللي عنده نية خلاص ولو حتى بشوية بشوية بشي يبقى حل وما عاشفه مسجن. سيخ مايز اما حاجة اخرى منكم نحكي نشعليها في نص المشروع هي المنصة الالكترونية لتوري للمزود ولا للمانح للخدمة توريها عندك انت رسيد ولا اي كيفش تتقراها دي. نقطة ايجابية بامتياز. اي. كيفش يقول هو هذا. وما ورد بالمشروع ارساء ملصات الكترونية للتعامل بالشيك والتي ستتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرسيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المسرف. سهلة يسر هي ساعة الجريمة وين الجريمة هي. هي راية الجريمة في اصدار ساك بدون رسيد. هات هي الجريمة غادر. اذا انا عطيت ساك بدون رسيد غادر الجريمة. اليوم انتي المزود وانا حريف جبت لي البوند للمزود حتى ما جبتش سرعة مزلت. اعطيتك الشيك. تقول لي لحظة. لك بحديا. اعطيتك بالاخرية على التليفون. كان شعرتك بالاخرية انا عندي فلوس لديك فلوس كثيرا. وكان شعرت بالاخرية. انا ما عنديش فلوس. يا تكون معناها انا كار. انا ميابل انا ويك وهنا بطيقة. لانا ندخل الحبس وانت ويجال بعد شهر. انت على علم. بانعدام الرسيد. خاطر في نفس الوقت القانون هذية. يعاقب السك. معنا قديم قديم. يعاقب كل من سلم سك بدون رسيد. بالسجن. ويعاقب ايض نفس العقوبة كل من سلم السك بدون رسيد. وهو على علم بانعدام الرسيد. لذلك. لانتقاسم نفس العقوبة. لانت تردالي السجن وانت تردالي سجن. انت توقع وقت القيمة لدي فلوس. يا تعتيني. انا كلمة. وكما قلت انت. وهنا بالطيقة. قد رطيقة مهمة برشة. ولا ما تعطيني شو من حقك. ولا ما تعطيني شو من حقك. لا انا ارتكب الجريمة. ولا انت طيش سلعتك. دونكو فاتحكية. خلينا نخرج بمعلومة. هذه مهمة برشة. خلينا نخرج بمعلومة تقريبية سيخ مايس في خاتمة هذا اللي قام زالت تقيقة بالضبط. يعني فم المطالبات حتى منكم وايضا من المتفاعلين معنا على الصفحة. وانه قبل عيد الاضحى المبارك. ممكن فعليا وواقعيا لو تم الامر على مساوى مجلس النواب. وانه ينزل فرائد الرسمي قبل عيد الاضحى المبارك. ماهيش طعبية. لا لكي ماهيش مستحيلة. لحقيقة هما النواب السيد النواب المغترمين يكون مقود عندهم فيها مثيقة. هما حارسين كما حارسين احنا. وهما طور هم مشغلين بهذا الموضوع. وانا داير كي قبلت السيد ابراهيم الدربية لرئيس مجلس النواب الشعب. وحكيتوا المشكلة يا كي لكم واه. الجور مام معناها اجتمعوا بالسيد النواب والاجتشي العام. واخذوا معناها الموضوع بذيذب الامور في اقل وقت الناس. معناها وعين بنا السيد النواب. ويحبوا يسرعوا. وان شاء الله ربي معناها يوفقهم لما فيه خير للبلاد والعباد. امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا سي رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. يعطيك صاحب. برك الله وفيك. شكرا على كل ما افتنا به. احنا نصل لخاتمة هذا العدد من برنامج المشهد الآن. شكرا على طيب المتابعة.